تقوم بتحديد فاكتور كقيادة الخلايا الهدف ومن ضمنها تضمن ترانسفورمي جروث فاكتور وهي تشمل TGF الفا و بيتا وهي تعمل على المثبتة المناعية ننتقل إلى النوع الخامس وهو CSF وهو CSF قادر على تحفيز تمايز وتوالد خلايا الجفعية للمصدر نشوء الخلايا الدم وخلايا المناعية بالإضافة إلى تحفيز هيموتويتك بروجينتار مراحل متقدمة للتطور وfrom cell colony بما أنه عرفت بcolony stimulating factor من خلايا المستعمرات الخلايا إذن CSF يشمل GM بما أنه GM اللي هو granulocyte macrophage colony stimulating factor تحفيز الخلايا الجذعية نقع العظم على إنتاج لgranulocyte والmonocyte وانالوجس اللي هي مماثلة لعمل إنترلوكين 1, 6, 2, 1, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 إذن GM CSF may function at the systemic level and affect mature cell إذن تؤثر في تطور ونبوض الخلايا المناعية وتعمل synergic manner with إنترلوكين 3 إذن synergic هو التعابد والتضامن تقول نفس الوظيفة مع الإنترلوكين 3 أما الـ MCSF نقصد بها مونوسايت من أول حرف من الأم إذن تقوم بتحفيز تمايز وتوالد وتفعيل الوظيفة للمونوسايت والماكروفيج إلى الـ MCSF synergically مع إنترلوكين 34 بالإضافة إلى الـ MCSF لها علاقة بين fertility والpregnancy أما الجرانيولوسايت Colony Stimulating Factor تحفز الخلايا الجذعية في مخالي العظم على إنتاج الجرانيولوسايت وأيضا تحرير الجرانيولوسايت إلى مجرى الدن وتنظم تمائز ونضوج الجرانيولوسايت بشكل تام وأما الأنواع الأخرى اللي ستم Cell Factor وأيضا كما تشاهدون بهذه الصورة تقوم بتمايز أو عمليات لهم التوبويسي الكيمو كاين نقصد به مجموعة من البروتينات تمتلك بما يقارب من 8 إلى 10 كيلو دالتين من الموليكولر ويت والوظيفة الأساتية هي recurrent of monocyte, nitrophys, lymphocyte من الدم إلى مواقع الإصابة يعني تعتبر عامل جذب كيميائي وبالأخص أثناء عملية الاتهاب أو الفاقوسايتوسيس بالاعتمادة على number and position of 16 كيمو كاين قسمت إلى أربع أنواع المذكورة أما الملاحظة توجد سايتو كاين تطلق عليه برونفلمتوري تم ذكرها سابقا اللي انترلوكين 6، انترلوكين 1، يومانيكوسيس فاكتر ألفا بالإضافة إلى انترفيرون غاما بالإضافة إلى ذلك أما الـ anti-inflammatory cytokine نقض بها تخفض من الاتهاب بينما الـ Pro لا تشارك وتحفظ الاتهاب باستجابة أثناء الإصابة مثلا وتشمل الـ anti-inflammatory cytokine مثل لوكين 4، 10، 13، TGF بيتا أما مصطلح المونوكاين نوع من الـ cytokine تنتج من المونوكسايت والموتروفينج فعض المونوكاين مثلا انترلوكين 1، تيومر نيكروسيس فاكتر ألفا وبيتا وانترفيرون سولان استيميوتيك فاكتر وظيفته تنتج من المونوكسايت عام الجدد للنيتروفين خلال عملية الانجذاب الكيميائي كيموتاكسي أما مصطلح اللينفوكاين عبارة مجموعة من السيتوكاين التي تفرز من الخلايا اللينفووية typically T-Lymphocyte بالأكثر وتقوم بعدة وظائف مضمنها جذب الخلايا المناعية وتضمن أيضا إفرازه أو تنشيط تضمن جذب الخلايا المناعية مضمنها الماكروفيج وأغارة الانفووسيس إلى موقع الإصابة وتنشيط خلايا البيسا على سبيل المثال الانفوكاين التي تفرزه خلايا T-Helfer اللي يضمن انترلوكين 2،4،5 و مجموعة اشتركوا في القناة